ولكن دائماً وأبداً قناة النادي الأهلي هي منبر لكل جماهير النادي الأهلي خاصةً لما يكون جماهير النادي الأهلي أو أحد جماهير النادي الأهلي وأحد أعضاء الجامعية العمية بيمر بأزمة مرض والحقيقة يعني بقاله فترة طويلة جداً المهندس صلاح السقة وكان يعني في العناية المركزة ودي صورة لي عقب مباراة نهائي دور أبطال أفريقيا 27 نوفمبر 2020 وكان في العناية المركزة وممنوع تماماً من مشاهدة التليفزيون ولكن أصر إصرار شديد داخل المستشفى فجابوا له للأيباد بتاعه وقدر يتابع المباراة عبر النت وكان ساعدته بفوز النادي الأهلي كبيرة جداً هنا قدرنا أيضاً أننا نقول له إحنا معاك هيخضع العملية جراحية صعبة آخر الشهر ولكن كل جماهير النادي الأهلي بتدعي لحضرتك حضرتك بالتأكيد أحد أعضاء الجامعية العمية المميزين وأحد جماهير النادي الأهلي المحبين وأحنا دائماً هنا في قناة النادي الأهلي بندعم كل من هو عاشق للنادي الأهلي ومتخذ من الأهلي وطناً في مجال كرة القدم المصرية يعني دايماً بقول أن كابتن محمود الخطيب لما قال فكرة عائلة النادي الأهلي كان عشان ده عشان اللي احنا بنعمله ده وعشان الجمهور النادي الأهلي بيعمله شفت حالة من الحب شفت مظاهرة حب شفت مشاعر فعلاً صدقة تجاه مشجع أهلاوي كل واحد حس أنه هو أخوه أبوه لأنه هو ده الأهلي في النادي الأهلي فعلاً أكيد كل من أول المسؤولين لحد الجمهور والله فعلاً النادي الأهلي بيت لينا كلنا أستاذ صلاح السقى إن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة جمهور النادي الأهلي كله بيحبك ويتمنى لك الشفاء ويتمنى من كل واحد بيشوفنا يدعيله من قلبه بالسلامة إن احنا بإذن الله بإذن الله نشوفه بخير قريب ونسمع صوته هنا في قناة النادي الأهلي وهو كويس نشوفكم بعد الفاصل وعندنا لسه حلقة فيها كلام كتير جداً موسيقى